دلوقتي مشاهدين معد موجز لاهم الأخبار مع محمد شكرا جازلي فامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى العاصمة السعودية الرياض حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بنظره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وعدد من المسؤولين بالرياض وأوضحت الخارجية في بيان أن الزيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية والتشاورة حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي وزير التجارة السعودي ماجد القصبي كما سيعقد لقاء مع رموز الجالية المصرية في السعودية وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بوضع عراقيلة أمام التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقالت الحركة في بيان إنها تحمل نتنياهو كامل المسئولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل لاتفاق والمسئولية الكاملة عن حياة المحتجزين الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وذلك جراء مواصلة عدوانه واستهدافه الممنهج لكل مظاهر الحياة داخل قطاع غزة إلى ذلك دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى توجيه الضغوط على حركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وقال نتنياهو وفق ما جاء في بيان لمكتبه إن المفاوضات معقدة للغاية وإن هناك مطالب لا يمكن التنازل عنها قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ما زال ممكنا يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه اليوم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للضغط لإقناعه بأهمية إنجاز الأجزاء المتبقية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك وفق ما أفاد مسؤول في الوفد الأمريكي الذي وصل لتل أبيب أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح جراء تفجير عبوة الناسفة جنوب تل أبيب وأوضحت شرطة تل أبيب أن حالة جثة القتيل تحول دون التعرف عليه لتحديد خلفية الانفجار مشيرة إلى أن تواقمها فتحت تحقيقا مباشرا في الحادث بمشاركة جهاز الأمن العام الشباك أعلن الجيش الأوكراني أنه دمر جسرا استراتيجيا ثانيا في منطقة كورسك الروسية وأوضح الجيش الأوكراني أن سلاح الجو يواصل حرمان القوات الروسية من قدراته لوجستية بفضل ضربات جوية دقيقة من جهتها جددت موسكو التأكيد على صد هجمات أوكرانية بفضل تعزيزات أرسلت للمنطقة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة كان الجيش الأوكراني قد أعلن تعزيز مواقعه في المنطقة الروسية محققا تقدما تدريجيا وفق ما خطت له وفقا لتعبير الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانسكي انتهى موجز الثامنة عودة لاستكمال لباقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل